رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمانة الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بتصريح قال فيه إن المجلس رفع خالص التعازي والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى لقوات دفاع البحرين وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى معالي المشيرة ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين وإلى شعب البحرين وإلى أسر الشهداء البواسل الذين استشهدوا أثناء تأديتهم للواجب الوطني خلال مشاركتهم مع قوات التحالف العربي في الدفاع عن الشرعية في اليمن بقيانة المملكة العربية السعودية الشقيقة سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وقد حي مجلس الوزراء روح التضحية والشجاعة التي قدمها الشهداء في ميادين العزة والشرف ليزداد الوطن شرفا بامتزاج دمائهم الطاهرة بدماء إخوانهم من أجل الدفاع عن أوطانهم وإحقاق الحق والشرعية وسيظل شهداؤنا نبراسا مضيئا في الوجدان البحريني وستبقى دماؤهم ذاكرة لن تبلى وستكون دول الاتلاف حصنا منيعا أمام قوى الهيمنة الإرهابية التي تهدف إلى السيطرة على المنطقة وإثارة الفوضى وبث الرعب وعدم الاستقرار فيها إلى ذلك قدم مجلس الوزراء خالص تعازي ومواساته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى الشعب السعودي الشقيق باستشهاد عدد من الجنود السعوديين ضمن قوات التحالف العربي أثناء تأديتهم لواجبهم المقدس سائلا الباري عز وجل أن يتغمدهم برحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزة كما قدم مجلس الوزراء خالص تعازي ومواساته إلى صاحب السمو الشريف خليفة بن زايد آلينهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق باستشهاد عدد من جنود دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن وهم يقومون بواجبهم الوطني والقومي دعينا الله سبحانه وتعالى أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان بعدها انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا وسعيا من الحكومة لتطوير إجراءات القضاء الشرعي بما يعزز فرص الحل الودي في القضايا الأسرية ويكفل الحق في مراجعة الأحكام أمام محكمة التمييز وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشاريع مرسيم بقوانين بإدخال تعديلات أساسية على كل من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون 42 سنة 2002 وقانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989 وقانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1986 وتتيح مشاريع المرسيم المشارو إليها تطوير أدوات التسوية الودية للنزاعات الأسرية التي ترفع أمام القضاء كما تتيح فتح الباب لمراجعة الأحكام بواسطة الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز ومن أهم التعديلات التي وفق عليها مجلس الوزراء هو إدخال النظام التسوية لحل نزاعات الأسرية أمام مكتب التوفيق الأسري كجزء من إجراءات التقاضي عند رفع الدعوة الشرعية حيث يتيح ذلك عرض الخلافات الأسرية للحل الودي ومحاولة التوفيق بين الأطراف للوصول إلى اتفاق على إنهاء الخلاف على أن تتخذ إجراءات التسوية أو تتخذ خلال عشرة أيام وتمدد لعشرة أيام أخرى لمرة واحدة فقط باتفاق الخصوم على التمديد ويحال ما لم تتم تسويته أمام مكتب التوفيق الأسري من خلافات للمحكمة للفصل فيها كما تتيح التعديلات التي وفق عليها مجلس الوزراء حق الطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة في المسائل الأسرية بما في ذلك حكم التطليق حيث يتعين على محكمة التمييز أن تفصل في هذا الطعن في موعد أقصى أربعة أشهر من تاريخ الطعن إلى ذلك فإن التعديلات التي وفق عليها المجلس تفسح المجال للخصوم أن يطعن أمام محكمة التمييز في الأحكام الشرعية إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم أما الإحكام الصادرة من الدائرة الجحفرية فيقتصر التعن فيه على حالة وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ثانيا في إطار جهود الحكومة لتقليص الأجهزة الحكومية والحلولة دون تضخم الجهاز الحكومي والدرهل الإداري فقد قرر ميز الوزراء إلغاء أربع من أصل ست إدارات للشؤون الإدارية والمالية في أمانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية وبلدية الجنوبية والاكتفى بإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المالية في شؤون البلديات كما قرر الميز إلغاء إدارة الأملاك والمتنزهات بأمانة العاصمة وتضمين مهمها إلى إدارة الخدمات الفنية بينما قرر خفض مستوى أمانة العاصمة والبلديات الثلاث المحرق والشمالية والجنوبية بحيث تصبح المسميات الجديدة إدارة أمانة العاصمة وإدارة بلدية المحرق وإدارة بلدية المنطقة الشمالية وإدارة بلدية المنطقة الجنوبية وذلك على النحو الذي عرضه معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك إلى ذلك فقد وجه مجلس الوزراء إلى رفع كفاءة العمل البلدي من خلال تطوير تحصيل الإيرادات البلدية وعوائد استثمارها ورفع كفاءة جهاز التفتيش والمخالفات وتعزيز الرقابة على المشاريع البلدية وأوجه الإنفاق عليها والاستفادة من النفايات وإعادة تدويرها لتكون مصدر دخل لعبا على الميزانية فيما وجه المجلس إلى وضع آلية تكفل تحصيل الإيرادات غير المحصلة لصندوق الموارد البلدية المشتركة وكلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني برفع مذكرة للعرض على مجلس الوزراء بهذا الخصوص ثالثا أخذ المجلس علما بنتائج تطبيق قرار حظر العمل فترة الظاهرة خلال فصل الصيف من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير العمل رابعا وفق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وقرر إحالته إلى مجلس النواب مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله خامسا بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب تتعلق بتخصيص أراضي لإقامة مشاريع إسكانية عليها والثاني بنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة الثانية بالمحرق والثالث بنشاء ملعب النموذجي لكرة القدم في بني جمرة والرابع لتجميل الشارع من بوابة جسر الملك فهد إلى المنامة وقد اطلع المجلس على مسودات ردود الحكومة التي أعدتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن هذه الرغبات ووافق عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر